في إطار الاحتفاء بثورة 30 يونيو قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقديم حلقة مميزة من بودكاست NTA بودكاست بعنوان بناء الإنسان المصري وتناولت الحلقة مسيرة التنمية البشرية في مصر على مدار العقد الماضي استضاف البودكاست دكتور راشا راغب المدير التنفيذي للوطنية للتدريب وعدد من خريجيها للحديث عن دور الأكاديمية في تعزيز قدرات الشباب المصري وتمكنهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية خلال حلقة البودكاست قالت دكتورة راشا راغب مديرة الأكاديمية أن الشعار الأكاديمية هو المشروع القومي لبناء الإنسان ومنذ عام 2014 أصبح لدينا جمهورية جديدة وقيادة جديدة وطموحة تواجه تحديات كبيرة وعظيمة وكان من ضمن هذه التحديات بناء الإنسان اللي بتعتبر رحلة تحدي صعبة وممتعة في نفس الوقت وخضتها الأكاديمية بكل قوة واستطاعت كمان أن تكون المشروع القومي المصري لبناء الإنسان المصري موسيقى موسيقى موسيقى